اشتركوا في القناة ولما يتطلب النظر فيه ودراسته لرفع مساهماتها وتعظيم مشاركاتها لتأتي النتائج مساجمة مع المستوى الرفيع الذي تحتله مسألة تقدم المرأة البحرينية في الشأن الوطني والتي ترسم آفاقها الرؤية الملكية المستنيرة لقائد مسيرة الخير والرخاء والتقدم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك في رسالة وجهتها صاحبة السمو الملكي بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر والذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في مجال العمل الدبلوماسي حيث أكدت سموها أن المجلس الأعلى للمرأة سيبقى على الدوام متأهبا وحريصا على حمل مسؤولية الترجمة توجيهات العاهل المفدة في مجال نهوض المرأة البحرينية وسباقا في تلبية احتياجاتها لتحقيق تطلعاتها ودمج خبراتها في مسيرة العمل التنموية بالتعاون والتنسيق مع جميع شركاء المجلس وفي مقدمتهم الحكومة الموقرة برئاسة الابن العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله مستذكرة في هذا الشأن بالخير جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله في دعم أعمال المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه في العام 2001 الأمر الذي عزز من هذه الشراكة مع السلطة التنفيذية وأسهم بشكل لافت في مساندة أعمال المجلس على صعيد تفعيل اختصاصاته وتنفيذ استراتيجياته الموجهة لمتابعة تقدم المرأة البحرينية وعلى الأصعيدة كافة وفي سياق المتصل اعتبرت قرينة عاهل البلاد المفدى أن الثقة الملكية بتعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسا للوزراء تأتي تتويجا لجهود سموه الحثيثة عبر مسيرة عمله المباركة في خدمة ورفعة مملكة البحرين تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفي سياق ما يتولاه من مسؤوليات وطنية رفيعة مريبة عن تمنياتها الخالصة بأن تتكلل جهود سموه بالتوفيق والسداد وهو يعمل وفق الرؤية السامية للعاهل المفدى لتحقيق طموحات وآمال شعب البحرين الوفي وبكل إخلاص واقتدار وأضافت سموه بأن مناسبة يوم المرأة البحرينية تجدد لدينا مشاعر التقدير والامتنان للرجل البحريني الدعم الأول والمساند الدائم لشركته في البناء الوطني وهو ما يجعلنا نؤكد وبكل فخر أن استحقاق تقدم المرأة لهو نابع من ذلك المجتمع الذي تدارك واستوعب مبكرا تدعيات الإقصاء أو التمييز أو حجب الحقوق وهو ما جعل من مشاركة المرأة البحرينية أمرا وطنيا وأولوية تنموية يجب التنبه إليها ورعايتها لاستدامة نجاحاتها وباركت سموها بهذه المناسبة الجهود الكبيرة التي تبذلها النساء البحرينيات اللواتي أصبحن قادرات على النهوض بذاتهن في سياق ما يتوفر لهم من دعم متعدد المحاور ضمن منظومة التنبية الشاملة وأردفت قائلة إن طموحاتنا لا حدود لها لرفعة نساء الوطن وستبقى ثقتنا دائما بقدرة المرأة البحرينية على التمييز والإبداع واستدامة العطاء المؤثر وسيعمل المجلس الأعلى لمرأة جاهدا في إطار عمله الدؤوب باقتراح السياسات اللازمة والبرامج الملائمة وبحسب ما تستدعيه ظروف كل برحلة وبما يواكب أولوياتنا وطموحاتنا للوطنية وعربت سموها عن تقديرها الكبير للمرأة الدبلوماسية التي تمكنت من بلوغ أعلى المناصب القيادية وسجلت حضورا متميزا وأداءا لافتا في كل ما كلفت به من مهام لخدمة الوطن وخصت بالإشادة الرعيل الأول منهن واللواتي كان لهن دور بارز في إرساء قواعد العمل الدبلوماسي فجاء تمثيل المرأة البحرينية لبلدها أمام العالم أجمع خير تمثيل وأصبحت بصماتها مثيلة للعيان على صعيد إيصال صوت الدبلوماسية البحرينية التي تتميز بالحكمة والاتزان واحترام الجوار والالتزام الدائم بتبني القضايا التي من شأنها أن تحقق الرخاء الإنسانية المنشود وأشارت صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدة إلى أن المجلس الأعلى للمرأة بشراكة مع وزارة الخارجية نفذ برنامج فعاليات يوم المرأة البحرينية ملتزما بإجراءات التباعد الاجتماعي التي تفرضها جائحة كوفيد-19 وبحسب توجيهات فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس المزراء حفظه الله الذي يضم نخبة من الكوادر المتميزة والمثابرة التي استطاعت بعون من الله وبفضل إسهامات رجالها ونسائها على حد سواء أن تضع البحرين في مصاف أفضل الممارسات والسياسات لاحتواء هذه الجائحة وصولا لمرحلة التعافي المرتقبة بإذنه تعالى معربة سموها عن تهنيها الخالصة لكل امرأة بحرينية تسهم في صنع حاضر ومستقبل وطنها وفي حماية استقرار مجتمعها متمنية للجميع دوام الصحة والعافية